السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا متابعين الكرام متابعين في قناة زرعانجي اهلا بكم في فيديو جديد هنشرح في الفيديو ده باختصار شديد جدا الوضع او شكل مصايد الددان اللي بنتكلم عنها احنا تشرحناها قبل كده لكن فيه ناس بتسأل وغلبها الناس اللي بتسأل ده جديدة معنا في القناة فحبيت اوضح لهم في الفيديو السريع ده ايه هي مصايد الددان مصايد الددان بتكون عبارة عن برانيك بلاستيك بالشكل ده كده مش بنغلفها زي زي المزارع اللي بنعملها بشكل اساسي اللي هي شرحناها قبل كده كده كتير برضه في الفيديوهات وكانت موجودة معنا اللي هي بتكون مغلفة لا دي بتكون اكبر في الحجم شوية او في العرض يعني هي اعرض شوية وارتفاعها اعلى من المزارع التانية وبتكون مفتاحة فتحات كتير زي ما احنا شايفين دي بتكون البرانيك دي بتكون سنة دي بتاعت فاكها اه كل اللي بنعمله فيها ان احنا بنضيف الميديا زي ما احنا شايفين هنا دي عشان البيئة دي لسه ضيفينها جديد وكده فهنلاقي مفيش ددان كتير او في الطبقة الجديدة ان دي عبارة عن اشرز لسه منضاف قريب هنيجي نبص تحت كده هنلاقي الددان زي ما احنا شايفين في الميديا القديمة او في البيئة القديمة اللي موجودة في البرنيك هنلاقيها موجودة بالشكل ده طيب الهدف منها ايه الهدف منها ان احنا حطينها تحت اصلا اللي محطوط عليه تحت ده دي المزرعة الاساسية عندنا زي ما احنا شايفين الديدان اهي دي الديدان اللي موجودة عندنا وكل اللي موجود هنا ده ده تحول لفيرمي كومبوست زي ما احنا شايفين الديدان الريد وجلر الموجودة معنا هنا اهي بالشكل ده فاللي بيحصل بقى ان احنا اما بنضيف اما اما بنحط المزارع بالشكل ده كده الددان بتبدأ تسيب المنطقة اللي تحت اللي هي كلها بقت وتبدأ تتحرك فين للمصيادة الجديدة زي ما احنا شايفين كده شايفين الددان اللي متعلقة دي كلها دي مش متعلقة دي طلعة من من تحت من البيئة اللي هي بتاعة الحوض اللي تحاول اغلبها طلعة متاجهة للبيئة اللي موجودة في المصيادة او في البرنيكا نفسها وجينا هنشوف هنا في الصندوق نفسه هنلاقي الددان موجودة هنا بعداد محترمة جدا هنا اه دي الددان فالددان بتعمل هجرة اه رأسية من الاسفل الى الاعلى وجينا نشوف صندوق تاني نفس الوضع هنلاقي الددان كلها زي ما احنا شايفين كده تحت الصندوق ودخلة من الاسفل للصندوق مباشرة نيجي نشوف جوه الصندوق هنا او جوه البرنيكا اللي هي خلاص بقت مزرعة بقى اللي احنا بنسميها مسيادة هنلاقي الددان موجودة بالشكل ده كده فاللي بحصل ان احنا بنيجي بقى يعني بنفرز بالطريقة دي كمية لا بقسة بها من الديدان اللي موجودة في المزرعة الاساسية تبدأ تتحرك معنا من المزرعة الاساسية تحت للمسيادة دي بعد كده نقدر ناخد اللي موجود في المسيادة ده ونأسس به مزرعة جديدة بمحتوية بشكل كامل ناخد ده نضيفه في مزرعة جديدة وبحيث ونرجع نقرر عملية تاني بعد فترة بيكون عندنا العدد او الكتلة الحيوية اللي بقية في المزرعة الاساسية اللي هي الحوض بيكون نقلب نسبة كبيرة جدا فنقدر نفرز بكل سهولة زي ما عملنا او زي ما شرحنا ده في الفيديو بتاع الفيرمي كومبوست اللي كنا فردينه علشان نقلل نسبة الرطوبة فيه استعدادة لعملية الغربلة والهز فاحنا قللنا نسبة الددان فيه كتير جدا عن الوضع اللي موجود في الحوضة علشان نقدر نفرز او نقدر ناخد الفيرمي كومبوست ونفرزه عن الددان بشكل اسهل ما ننفعش نفرز وكمية الددان دي كلها موجودة هيكون عندنا هدر كبير هيبقى فيه مجهود كبير الاول في عملية الفرز وكمان هيكون فيه هدر كتير في الددان الصغيرة وفي الشرانق اثناء عملية الفرز فهيموت مننا ددان كتير وشرانق كتير هنخسرها بس كده دي كان كل حاجة الفيديو بتاع النهاردة اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم فاتكم بشيء ادمنكم معلومة جديدة يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس اول مرة بتشوفنا وكمان يا ريت تكتبنا رأيك او سؤالك او استفسارك في تعليق ان شاء الله هنرد عليك فيها رب واتومك شكرا لحسن المشاهدة واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير استنونا سلام